عادة ما يعبر اللاعبون كرة القدم عن فرحتهم بعد تسجيل الهدف بطريقتهم الخاصة طبعا بات يعرف بأتيكت يعرفون به اللاعبون. ولكن الجماهير العاشقة لكرة القدم تتفاعل مع أسلوب اللاعب. هنا رونالدو ينزع قميصة. هنا ميسي يقبل قميصة. هنا راموس يظهر عضلاته. وطبعا تظهر جزء من بطنه. ولكن هذا ليس مقصود. لكن أحد لاعبين هذه الفلسل الأردني. كانت له طريقة مختلفة في التعبير عن فرحته بتسجيل هدف المباراة التي جمعت ناديه مع نادي الوحدات. دعونا نشاهد الطريقة الجديدة. الصورة غير واضحة. ولكن دعونا نقرب الصورة لكم لهذا اللاعب. عدي زهران مهاجم نادي الفيصلي الذي اندفع في حركة متسرعة وكشف عن مؤخرته على ما يبدو. ابتهاجا بالهدف الذي سجله في مرمى فريقه نادي الوحدات في دور المناصير. يعتبر نادي الوحدات ونادي الفيصلي هما الفريقان الأكثر شخرة وشعبية على المستوى الجماهيري. بما أنهما يمثلان شريحتين من المشجعين. فالوحدات جمهوره من الجمهور الأردني من أصول فلسطينية. والفيصلي أردنيون من ذوي أصول أردنية. هناك تعليقات طبعا جاءت على هذه الحادثة. رفيف تقول عيب على كل أردني شجع الفيصلي ما دام عدي زهران لاعب ضمن صفوفهم. لأنه قبل ما يسئل حاله بعمل القذرة هذه طبعا. ونحن نتحفظ على هذه الكلمة. هو أسائل سمعة بلد كامل. والست سنوات حرمان قليل عليه. والله أشكاله لازمهم إقصاء عن ملاعب كرة القدم العمر كلها. طبعا أيمن يقول. والله أنا فيصلاوي. لكن يستاهل عدي زهران الحرمان الحركة عيب عنا بنات وخوات وأمهات بتابع الكرة. وهنا نادي الوحدات يعلق. من جانبه يقول بأنه قدم شكوى بحق اللاعب. قال فيها إنه خلع سروالة. وقام بإحاء جنسي يقصد به نادي الوحدات وجماهيره. وهذا اللاعب بفعلته هذه ضرب عرض الحائط بكثة مكارب الأخلاق. وقيم الرياضة. وفعله ذلك يمثل إساءة جسيمة للكرة الأردنية. وسمعتها الأخلاقية التي لم يسبق أن سجلت بحقها أية حادثة. لذا قررت اللجنة التأديبية للاتحاد الأردني لكرة القدم. تقول بأنها قررت معاقبة لاعب نادي الفيصلي عدي زهران. بعد قيامه بعمل حركة غير إخلاقية. بعد نهاية المباراة. بحرمان ذلك اللاعب عدي زهران من المشاركة في أي أنشطة متعلقة بكرة القدم ست سنوات. اعتبارا من تاريخ صدور العقوبة. وتغريم نادي الفيصلي مبلغ ثمانية آلاف دينار أردني. لكن رئيس نادي الفيصلي بكر سلطان العدوان. وصف هذا القرار بالظالم. فنستمع لما قاله. فاجعنا بقرارات اللجنة التأديبية المنضتقة للاتحاد. ومدى ظلمها وتنقضها بقرارات سابقة أخذت بحق أنبياء أخرى. خالفت التعليمات وخالفت الشروط في المنعب. مشابهة لما حصلت لنا بالتأسفل. بعض المثال بسيط جدا. منذ حرمان النائب عدي يجب أن يتجاول أخرى سكو مريان. مشجعون. نادي الفيصلي غضبوا وعبروا عن ذلك بالخروج إلى الشوارع. بعد قرارات اتحاد الكرة القدم الأردني. بالقيام بإغلاق شارع المطار. وهو يعتبر شارع حيوي في عمان. مما أدى إلى تدخل القوات الدرق. ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة